احنا حزب مصر قومي هناك غرفة عمليات في الحزب في المقر الرئيسي وتشكيل اللجنة بيتوفونا من واقع اللجان والمحافظات والمراكز والاقسام والقرى عن العمالة الانتخابية بالصوت والصورة المشهد احنا يعني يمكن قبل ما جي بساعتين كنت بتابع من خلال غرفة العمليات حاجة جميلة احنا بنشوف ولأول مرة السيدات عظيمات مصر هم طول عمرهم الحاجة لا النهاردة شفنا حاجات كتيرة شفنا الزغاريت يعني برضو طول عمرهم بيحتفلوا دايما بالانتخابات الزغاريت الجميلة اللي تفرح القلوب ان مصر بخير وان فيه انتخابات حرة وانتخابات جميلة وعدد من السادة المرشحين يعني مش قاصرة على مرشح واحد لا على اربعة مرشحين بيتنفسوا على مقعد الرئاسة نوف عند هذه النقطة يعني هي خامس انتخابات رئاسية تعددية بتحدث في تاريخ مصر الحديث نقدر نقول خطوة رئيسية تجاه التحول الديمقراطي والتنافسية والتعددية ولكن بتكتسب يعني اهمية اضافية كونها جد بعد حوار وطني استمر عام ونصف العام ما مدى تأثير هذا الحوار الوطني على ما نشهده اليوم في المنطقة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الحقيقة يمكن انت بتكلم على نقطة مهمة جدا بتمثل احزاب السياسية والقول السياسية احنا في فترة السنوات الماضية كان في حالة ركود سياسي وحالة احباط في الاحزاب السياسية مش لقيين اللي يكلم معنا مش لقيين اللي ياخد رأينا لكن لما شفنا السياسة الرئيس عفتاح السيسي في احتفالية العائلة المصرية واستدعى جميع القوة في حفل افطار رمضان قبل الماضي وحتى جاب الشخصيات المعارضة له وكان لقاء جميل جدا شفنا الحرام واعلن عن الحوار الوطني الحوار الوطني لجميع الاحزاب والقوة السياسية بلا تمييز ولا استثناء ودي بدأت بصراحة فتحت الشهية بتاعتنا مرة اخرى بدأ الاحزاب تستعيد روح القوة في السياسة اللي احنا اللي بنظمنا قانون قانون الاحزاب السياسية من رقم 46 1977 وهذا القانون ممبسغ من المادة الخامسة من الدستور اللي بيلزم الدولة المادة بتلزم الدولة بالتعددية السياسية والتعددية الحزبية وده شيء جميل لما نلاقي الرئيس عفتاح السيسي يفتح الباب على مصرعي امام القوة حضرنا فعلا وقدمنا مذكرات ومستندات وقدمنا مقترحات في الحوار الوطني في المحاول التلاتة في المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور الاجتماعي المحور الاقتصادي المحور الاجتماعي